لو ثورة يناير كانت حكمت واستمرت في الحكم ما كانتش إسرائيل تجرأت إنها تجوع أكتر من 2 مليون فلسطيني لو ثورة يناير كملت ما كانش سيء الذكر قزم مصر ودمرها وخلاها أضحوكة لمن أرادت ضحك واقتضيقه لو لا ثورة يناير أو لو ثورة يناير كملت كان معبر رفح دلوقتي بقى مفتوح كانت المساعدات دخلت ما كانش في عدوان كان الشباب اللي معايا في الصورة دي من 13 سنة كانوا هيعملوا اللي عملوه في 2012 لما عدوا من المعبر وراحوا عند مستشفى الشفا وتظهروا هناك وقالوا يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني ده اللي عملته ثورة يناير إنها رجعت لمصر قمتها رجعت لمصر مكانتها لكن زي ما كان زميل بيقولولي قبل الهوى على طول أنا شاركت في ثورة يناير آه لكن أنا دلوقتي بر مصر مقدار شرجع حسني مبارك مات الناس اللي معايا في الصورة ما بين في الأبر وفي السجن وفي المنفى وبقي لمصر هذا الشيء هذا المسخ سيء الذكر عبدالفتاح السيسي اللي قزم مصر ودمرها وادعى هو وأذرعه الإعلامية إن الثورة جت عشان تخرب البلد بالمناسبة أحمد موسى بعد ثورة يناير كان شغال في قناة اسمها التحرير نسبة لمدان التحرير مصطفى بكري اللي بيشتم ثورة يناير بعد 13 سنة كانوا شايلينه على اكتفهم وهو داخل يقول يسقط حسني مبارك في ثورة يناير كنا بنشوفه معانا في المدان من 13 سنة خلاصة الأول ثورة يناير منا ونحن منها ولو عاد بنا الزمان لعدنا